اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة طمني على الولاد كيفون امناح الولاد عم تنتبهي علي هون ايه اكيد وجولي كيفا كتير منيحة هيها نايمي بالغرفة جوا ايه عال الحمد الله لك خلصت منتج لاخر غنية ايه ايه صارت جاهزة ايه برافو عليك يا اشرف لك ما بدي يوصيك على الولاد لانه امهم بعد بده يومين عند اختك نور بعيوني لولاد ما تخاف اوكي اشرف يلا باي باي منتواصل باي شو بده خالو محمد ليه بديك تعرفي عم يحكيني إلي مش لا إليك يلا طيفو اذا سألتك ما بحب حدا يسألني باعتبارها حشرية شو انا حشورة لانه سألتك شو بده خالو محمد ايه والله انتي مش بس طميعة ورئيسة جمهورية لا قوصت حشورة كمان طيب باعتذر منك يا خالو لاني سألتك خالو أشرف خالو محمد ما جاي لعنا اليوم ما خبرني انه جاي هو كان عم يتواصل بس لا يتطمن عنكن مبين قلت لزهراء شو قالك خالو محمد بس ما قلت اللي إليه لانه زهراء مش حشورة مثلك هي سألتني إذا جاي خالو محمد مش شو قالك خالو محمد اوكي انت حر ما تقلشي بس أنا لما يجي خالو محمد رح قلو انه انت استضافت مدير الاعلانات شو بديك تخبريه ماليكا حبيبتي يا خالو أنا كنت عم بمزح معك بس عم تمزح معي طيب اوكي بس تاني مرة بس اسألك عن شي بدك تقلي عنه ايه اكيد يا خالو بس تسأليني عن شي رح خبرك عنه دغري ايه بتخبرني عنه انت ومبسوط مش انت وزعلان ايه تكرمي رح خبرك عنه أنا ومبسوط اوكي هيك بديك يا خالو برافو عيدي فنية زهراء نعم يا خالو انا رايح مشوار وراجع تبهي على اخواتي ايه خالو ما تخاف رح انتبه عليهم الله معك ايه عال كتير منيح وانتو يا اولاد ما تعزبوا اخي تكون وانتبهوا معا على جولي كتير منيح اوكي خالو يلا باي باي اخواتي شو رأيكم نلعب في فتبول مادم خالو اشرف راح ايه فكرة حلوة بس هوي قالنا ما عد نلعب هون صح نلعب على مهلنا كرمال ما نكسر له التلفزيون ايه والله يا محمد معك حق هوي بيهمه انو ما نكسر له التلفزيون وبس ايه فكرة تكون حلوة بس خليني نسأل زهراء اوكي انا بسأله زهراء فينا نلعب في فتبول لا يا ماليكا ما فيكن تلعب في فتبول بالبيت انت شفتي هاديك المرة شو صار كسرتوله التلفزيون لخالو اشرف واصلا هوي قال انو ممنوع تلعبه بليز يا زهراء ما بنكسر له التلفزيون هالمرة نلعب عمهلنا لا يا ماليكا قلت لا يعني لا يا الله رجعت فئة جولي رحفوظ انا طعميها حلا بليز انتبه اخواتك معي بليت يا الله ماليكا وحلا نحن رح نلعب وما رح نكسر التلفزيون او مو حلا ما حق محمد بعدين هي فتت الطعم جولي يعني بده ساعة لتخلص ونكون نحن لعبنا اممممممممممممم ما هك حق يا ماليكا ونكسر له يا لخاله أشرف أو كيف بدنا نلعب يا حلا نرميها لبعض بإجرينا مش بإيدينا مثل هايديك المرة ماليكا حلا عم تحكي صح لأنه إذا رميناها بإجرينا ما بتطبع التيفي أوكي قبلانا يلا خلينا نبلش لعب ما بي أصدق الله ما بي أصدق هلا عشو بدنا نقول لخاله أشرف ليش عم تصرخوا بعدني منايمي جولي كسرتول التلفزيون لخاله أشرف مرة تانية زهراء مش أنا ولا أنا كمان يا زهراء زهراء هيدا أنا بس مش بي أصدق مش بي أصدق وكيف بدنا نخبر خاله أشرف هلا زهراء خلاص أنت ما خصك بهالموضوع أنا بخبر خاله أشرف أنت فوتي على الغرفة ايه أفضل بيكون كرميل ما اسمه نحكي من خاله أشرف ماليكا أنا مخصني أنت قلت أنه حتخبر خاله أشرف حلا لا أنت ولا محمد ولا أنا رح خبره بس أنا عند الحل ايه وشو هو الحل يا ماليكا؟ الحل هو أنه منجيب شرشف أو وحدهم ومنحطه على التلفزيون وهيك خاله أشرف ما بيعرف فكرة حلوة بس نبعرف إذا رح تنجح خلاص رح تنجح أنت شو بتكون حلا ما تخاف عمليكا هي بتدبر الأمور أوكي الله يسطور حلا ساعديني لنغطي التلفزيون أوكي اشتركوا في القناة خلصنا يلا تعينا قعد الله يسطور حلا ما تنقع هاي خالو هاي ليه حطيني حرام على التلفزيون؟ آم كرميل ما يصير على غبرة خالو ما بيخربوا هول التلفزيونات من الغبرة آم خالو أصدى ماليكا آم كرميل السامس ما تضرب عليه ويحمى كمان يا خالو هول التلفزيونات ما بتخرب من الشمس والحرارة آم خالو كنا قبل سرعة منضف لك البيت بالماء فخفنا يجي عليه ماء ويخرب عمت نطفول البيت بالماء ومين طلب من كون؟ نحن حبينا نضف لك البيت نطفول البيت؟ مشكرين يا خالو صار وقت المسلسل اللي بتابعه ماليكا قومي شيل الحرام على التلفزيو شو؟ أنا شيل الحرام؟ لا يا خالو خلي حلا تشيله أنا تعبانة شوي طيب حلا قومي شيل الحرام يا خالو آم خالو أنا كتير مشوبة خلي محمد يشيله مشوبة مع انه اليوم برود محمد قوم شيل الحرام يا خالو أنا؟ يعني انطلعت فيي أمر لأ الله لأ قوم يا محمد شو بيكشيله دغري أوكي أمر لأ الله كاسرين لي التلفزيون مرة تانية؟ كرمال هاكم غطيينه بالحرام؟ مش نحن يا خالو هيدا محمد هو اللي كسره خالو مش بيقصده وهيدا الفوتبال اللي كسره مش أنا مش إمتا؟ لو ما ياخدوا عند مصلح التلفزيونات وإذا بعد بتنعبوا فوتبال مرة تانية بالبات بتشوفوا شي ما بيرضيكن ايه نعتزر يا خالو تعتزره؟ وشو يجيني منكم ومن اعتزار كون؟ الحمدلله اللي زبط خالو فينا نحضر عليه؟ ايه فيكن تحضروا عليه بس فوتبال معدد يشوف بالبيت أوكي يبس عائلة فنية زهراء امي نايمي اخواتك بكير لأنه جاي لعندي صاحب شركة الاعلانات أوكي خالو تكرم يا علينا هيدا صاحب شركة الاعلانات رح يضلوا رايح و جاي لعننا أول شي يا ست ماليكة ما عم يروحوا يجي لعنديك عم يجي لعندي تاني شي انت ما خصيك أوكي أنا ما خصني بس اتأكد بس يجي خالو محمد ويعريف رح يزعل منك ويعصب عليك بيني وبين خي محمد ما تتدخلي يلا أمي نامي أوكي يلا أمي نامي يا أخواتي خاي هلأ بحكي معه على راحتي مرحبه يا أهلا بالإستاذ تفضل تفضل يا أهلا وسهلا تفضل 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 يا أهلا أهلا وسهلا بالإستاذ حبيبي أهلا وسهلا فيك كيف إيامك كيف هالشغل يا أستاذ إن شاء الله ماشي الحال والله الحمد لله ميسرة بس بدي عزبك تفرجين على البيبي كرمال ما عندي وقت كتير ايه أكيد ولو تكرم عينك يلا بالإذن لفوت جيبة فضل إذنك معك ماشاء الله ماشاء الله والله عن الصور بتختلف كتير ايه أكيد على الطبيعة أجمل بكتير جولي ايه واضح واضح الله يخلي لكم إياها يا رب شو أستاذ بتنفع للدعايات؟ والله يا أستاذ أشرف هاي البيبي اللي بدنا إياها أكيد بتنفع كتير عال الحمد لأنه عجبتك خليني هلا أفوتها لإختلت نيمة وهلا بشو بتحد نحكي بالظبط؟ يعني مثلا قدي ممكن تاخد جولي على كل دعاي دعايت شو يا أشرف؟ محمد؟ ايه محمد؟ ايه أستاذ أشرف؟ دعايت شو؟ ومين الأستاذ؟ دعاي؟ دعاي لجولي والأستاذ هو صاحب شركة الإعلانات اللي حكيتك عنه دعاي لجولي؟ يا أشرف شو حكينا نحنا؟ واهلا وصهلا بالأستاذ بس أنا بدي خبرك شي ضروري أنا قلت لخي إنه جولي ممنوع تشتغل بالدعايات بعدها بايبي صغير بتعرف يعني بس البيت بيتك أهلا وسهلا فيك يا أستاذ محمد بنت أختك إذا مصلت معنا رح تستفيده كتير يا أستاذ يا حبيبي أول شي القصة مش مادية يعني مش قصة مصاري هي القصة أكتر إنه أنا ما بدي عزب بنت أخته لأنه بعدها بايبي وبتعرف أنت دومان التمثيل صعب ما إنه سهل يا أستاذ دومان التمثيل معنا كتير سهل صح يا محمد شغلوا للأستاذ كتير professional أنا شفت صفحتهم على الفيسبوك أشرف أنا ما عم بحكي إذا شغلهم professional أو لا أنا عم بحكي عن عذاب الطفلة هذه طفلة ما فيها تفوت بدومان التمثيل دومان التمثيل صعب وصعب يا أستاذ وين ما كان ما تقل لي معنا سهل يا أستاذ يا حبيبي إذا أنت شايف التمثيل كتير صعب الظاهر أنت ما بتعرف الإخراج نعم نعم يا حبيبي أنا ما بعرف الإخراج من ألك هالحكي حبيبي 14 سنة خبرة يعني بشتغل مسلسلات وأفلام وفيديو كليبات فما فيك تقل لي ما بتعرف الإخراج اسمح لي فيها عايب يا محمد عايب ما فيك تحكي هيك مع الأستاذ ضيف عنا أشرف أنت سكوت أنا مهنته للزلمة بالعكس هو يلي هيني عم بيقول عني أني أنا ما بعرف الإخراج شو هالحكي هيدا حبيبي يا أستاذ أنا ما أصدهينك بس اتأكد نحن الشغل معنا كتير سهل ومريح حبيبي يا أستاذ ما احترامي لشغلكون والله يوفاكن بس بايبي للدعايات معنا أها هيك صارت يا أستاذ أشرف والله باعتذر يا أستاذ محمد شو صير معك شو باك ما بيني شي يا أشرف أهلا وسهلا بالأستاذ وفيك تعملو كبايت شاي ليروق دمو بس بايبي ما في عنا طيب يا أستاذ محمد أنا بفرجيك شو عم تهدبني يعني روح أعمل ما بدلك بعض ناوسني أنا بس الحقي عليك يا أشرف أنا بفرجيك ولهون بتكون انتهت حلقتنا من مسلسة العيلة فنية من سلسلة الرجل المخادع متل ما شفتوا يا مشاهدينا خاله أشرف عزم لعنده صاحب شركة الإعلانات وفرجيه على جولي وطبعا جولي عجبته كتير كتير لصاحب شركة الإعلانات وقرر يخده تمثل معه بالدعاية ولكن بالوقت المناسب إجا خاله محمد وكشفه لخاله أشرف وقاله لصاحب شركة الإعلانات ما عنا بايبي للتمثيل وصاحب شركة الإعلانات فل هو وغضبان كتير شو رح بيصير بالحلقة الجاي؟ شو بده يعمل صاحب شركة الإعلانات مع خاله محمد؟ لتعرفون ترونا بالحلقة الجاي ومثل العادة ما تنسوا تعملوا شير للحلقات لكل رفقاتكم وقريبكم وفجروهم باللايكس ويلي بعد ما اشترك معنا بالقناة خليه يشترك لا يصير من عائلتنا الفنية يلي رح تحبوا كتير وتقدموا أفضل وأجمل أعمال إلى اللقاء في الحلقة الجاي أيها الفنيين المحبين